منتخبنا العراقي يبدي أولى وحداته للتدريبية في مدينة البصرة أصدقائي طيبين وياكم الأسل لا تنسى الصراعات على النبي أهم أخبار منتخب العراقي لهذا اليوم الكثير قاعد يشاهد فيديوهاتي لكن ما قاعد يشترك بالقناة أتمنى منكم في اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وانطولنا لايك باشر المنتخب الوطني العراقي مساء يوم الاثنين خوض أولى وحداته للتدريبية في المدينة الرياضية بالبصرة تحضير لمواجهة فلسطين يوم 10-10 وكوريا الجنوبية يوم 15-10 ضمن التصفيات الموهي لمونديال 2026 وحضر تدريبات اليوم رئيس الوفد والنائب الثاني الرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود وعضو الاتحاد أحمد الموسوي وشارك اليوم 23 لاعبا وهم جلال حسن فهد طالب حسين حسن ريبين سلاقة مناف يونس زيد تحسين سعب ناطق أحمد يحيي ميرخاس دوسكي مصطفى سعدون حسين علي صفاء هادي لوكاس شيلمون إبراهيم بايش علي جاسم محمد طاي أحمد ياسيم مهند علي لوعي العاني يوسف أمين علي فائز أمين حموي أمجر أطوان وإن شاء الله سيلتحق غدا محترف كاركوفا البولندي أمير لعماري في وقت مبكر إلى جانب زملائه يتبعه ظهرا الالتحاق محترف الخور القطري مهاجم للعراقي عيمان حسين الذي من المحتمل مشاركته في تدريبات يوم غدا وأكد لاعب منتخب الوطني العراق أحمد يحي أنه لا جانب زملائه يركزون بشكل عالي من أجل استحصال النقاط الثلاث من المواجهة المقبلة أمام منتخب فلسطين مشيرا إلى أنه برغم من تداعيات الإصابات التي حدثت مؤخرا لمجموعة من لاعبين منتخب ما عنديتهم لكن جاهزية المستدعين في القائمة جميعهم على مقدرة في تعويض المراكز التي سيكون الفريق بحاجة إليها وهناك اهتفان وحرص كبير من الجميع لتحقيق نتيجة طيبة أمام المنتخب الفلسطيني بينما تحدث الوافر الجديد للمنتخب الوطني محترف أوريبرو السويلي لوكاس شلمون قائلا أشعر بسعادة غامرة في تواجد الأول في قائمة المنتخب المستدعات خصوصا أنها جاءت من أرض الوطن حيث مسقط الرئيس والأجداد وارتداء قمص الوطن حدث لا يمكن التعبير عنه بكلمات فقط متمنيا أن يكون التوفيق حليف العسود في هذا الاستحفاق المهم لاعبهم منتخبنا الوطني العراقري بين سلاقة وحسين عيو محمد طايا ومير خازدوسكي هذه الصورة عندما جئهم من الكويت للبصرة للالتحاق بالمنتخب العراقي الجماهير العراقي منبهرة بأداء لاعب دهوك بيتر غورغيز كيف شاهدت مستوى اللاعب مع ناجد دهوك يوم أمس قدم أداء ممتاز هل سيصال لهم يستدعي بدل منتظر ماجد؟ كان صار مفاجئه لوكاس شلمون يقول أنا متحمس لمشاهدة الجماهير في الملعب لوكاس شلمون يقول مؤجب جدا بملعب البصرة ويقول العراق في قلبي الطاقم الطبي في مستشفى حمادي يعطي الضوء إلى أخضر للاعب منتخب نطن العراق عيو مناسين بمشاركة في مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية هلبي كابو طبر نادي الخور القطري واثق على التحاق محترفه العراق عيو مناسين بمنتخب بلاده لمباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية بعد جلسة جماعة دارة النادي مع اللاعب مساء اليوم بخصوص السماح له بالالتحاق مع منتخب العراق ردود أفعال الجماهير الأردنية بعد سماع خبر بأن المهاجم عيو مناسين سوف يلتحق مع منتخب العراق سوى وافق نادي الخور القطري أو لم يوافق أبو زيد الوحش كتب ألف سلام على قلبه يا أبو طبر بس موضوع صحي بالقلب ربي شافي وعافي من أردن محب لأيمن والعراق العظيم وأحدهم كتبوا والله هذا اللين قال له كفو وأحدهم كتبوا موقف شجاع من اللاعب كبير أتمنى التوفيق لسدرافلين والتأهل مع منتخب نشام بالتوفيق إن شاء الله وأحدهم كتبوا بطور قصة إنسان يشبه نوي شارك نطين والدم كيف منكم يا الأردنيين إن شاء الله العراق والأردن واحد أحمد الفلوجي عضو لجنة المحترفين عبر حسابه يقول ليس كل شيء يقال فما يحاق خلف الكواليس يشيب له الرئيس طبعا أحمد يلمح لشيء خطير يحدث خلف الكواليس برأيكم ماذا يحدث للمحترفين ستتبين الحقيقة هناك لعبة الدار ضد لاعبينه طبعا السالفة أبد مخالي رأيكم بما يحدث مع لاعبين منتخبنا الوطني العراقي نتمنى من أحمد الفلوجي أن يطلع ويوضح بعض مباراة كوريا الجنوبية ما حدث وأن لا يكتفي فقط من الغازرين نعرف شون صار